طالب الهلال الأحمر الفلسطيني المجتمع الدولي بتوفير الحماية لمقراته وتواقمه في مدينة خان يونس مشددا على أن الحصار والقصف يهددان سلامة تواقمنا والجرح والمرضى والنازحي من ناحية أخرى أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية أن تواقمها قد تسلمت 85 شاحنة مساعدات إنسانية من الهلال الأحمر المصرية ذلك عبر معبر رفاحة وأضافت الجمعية أن الشاحنات كانت محملة بالطعام والماء ومساعدات إغاتية ومستلزمات طبية فيما لم تدخل أي شاحنة عبر معبر كرم أبو سالم شبط شكرا شكرا